في إطار حرص وزارة شؤون الإعلام على استمرار إنتاج وطرح وتقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية الخاصة بشهر رمضان المبارك المتناسبة مع ذائقة العمل المشاهد البحريني والعربي قامت الوزارة بتنفيذ وإنتاج مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وأجمع في ظل جائحة فيروس كورونا حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي يتم إنتاجها وتقديمها خلال الشهر الفضيل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب إرشادات وتوجيهات الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لضمان سلامة كافة الموظفين والقائمين على هذه البرامج وفي هذا الإطار قام سعدة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بزيارة إلى موقع تصوير برنامج السارية في القرية التراثية التابعة للوزارة برأس حيان حيث اطلع الوزير على سير عمل البرنامج مثمنا الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الإعلام بشكل عام وبرنامج السارية بشكل خاص من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما قام سعدة وزير الإعلام بزيارة فريق عمل برنامج تحدي الملعب وأشاد بجهودهم المبذولة لإنتاج وإنجاح هذا البرنامج الرياضي المبتكر الذي يستضيف الرياضيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي في منافسات ودية تعزز الثقافة والمعلومات الرياضية كما قام سعدة الوزير بزيارة إدارة الإذاعة حيث التقى بالموظفين القائمين على البرامج الإذاعية اللتري وظهار رمضان ومسابقات مع بابا فايز والتي تبث بشكل مباشر للمستمعين عبر أثير إذاعة البحرين مؤكدا أن جميع الجنود العاملين في قطاع الإعلام هم محل تقدير الجميع داعيا الله العلي القدير أن يحفظ البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وفي ختام جولته تقدم سعدة وزير شؤون الإعلام بخالص الشكر والتقدير للجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا وشركة بتلكو وشركة إبراهيم خليل كانو وشركة أستيسي البحرين وبيت التموين الكويتي وفندق فور سيزونز البحرين وشركة البحرينية الكويتية للتأمين ومجموعة الحواج وكفة الشركات المشاركة على دعمهم للبرامج وتعاونهم المستمر مع الوزارة لتعزيز الدور الكبير لإعلامنا الوطني نحن قسم المنوبة تلفزيون البحرين نشتغل على مدار الساعة مثل ما تشوفون معي موعد أذان الفجر ويتركز شغلنا على متابعة بث المواد الإعلامية والبرامج التلفزيونية مع فريق عمل مختص خلال شهر رمضان وغير شهر رمضان ونتواصل مع الزملاء في مختلف الإدارات لتنظيم بث التغطيات والفعاليات المباشرة طبعا تعودنا دائما بدعم سعادة سيد علي بن محمد الرماحي للبرامج التلفزيونية دائما سنويا يزورنا في اللوكيشينات يعطينا دعم يعطينا دفعة معنوية دائما يحملنا مسؤولية أكبر لما نشوفه ينزل لنا في الستوديوهات يسألنا شنو اللي ناقصكم شنو تحتاجون من دعم دائما واقفوا إيانا فلذلك الشباب دائما يحاولون يقدمون الأفضل علشان يرفعون اسم وزارة شؤون الإعلام ويقدمون الأفضل دائما في سواء كان في رمضان أو في الدورة البرامجية مشكورين حق كل الطاقم وكل الشباب اللي قاعدين يشتغلون داخل وزارة وخارج الوزارة أنا عن نفسي في ذي الفترة وشتغل اللي هو العمل خارجي برنامج السورية الطاقم العمل وايد عود والمسؤولية وايد عودة على أساس أن نحن نقدر نبرز شيء مرتب ومنظم ونجمل في البحرين قبل كل شيء المجهود وايد يأخذ من وقتنا ومن يومنا وإحنا في وقت رمضان وصيام وقت الفطور نتأخر فيه وقت الفطور ونكون فيه تساعات نوصل ليه يجري بأوقات السحور ونضطر في بعض الأوقات أننا نكون موجودين ونتفطر في مكاننا هنا خلاص يعني أهلنا يستفون أهم رابعنا اللي موجودين عندنا فطورنا هنا المهام السوف اللي موجودين عندنا الطاقم الفني مثلا عندنا المصورين وعددهم مبسيط يعني يمكن حول العاشرة ولا 12 مصور اللي موجودين فنين الصوت الإضاءة الكمبارس اللي موجود من ناس صغار في السن وناس كبار في السن تحذيرات كانت قبل رمضان بفترة وكنا نجتمع بشكل يعني عن بعد وأكثر شيء طبعا وبشكل متغطط لين ما وصلنا حق البرنامج وبشكل يومي قبل البرنامج نيلس لنا تقريبا حول نص ساعة نجاب الفريق العداد وكل شيء ونحط كل اللي نبي اليوم طبعا طبعا نحنا نفس أي برنامج يمكن نطلع نحنا نياي دائما مستعدين نياي قبل البرنامج بساعة نحضر نص ساعة وندش البرنامج نكون مرتاحين أنا بس ودي أحيي كل العاملين وراء الكاميرا المصور كل العاملين في تلوزون البحرين اللي وراء الكاميرا وراء المايكروفون هما السبب في نجاح أي عمل المخرجين الفنيين مهندسين لضاءة مهندسين الصوت اللي الناس ما تشوفهم في الإذاعة اللي في الكنترول الناس تشوف المذيعين تشوف الناس اللي جدام شاشة تسمع الناس اللي في الإذاعة لكن ما تدري أن أسباب نجاح أي عمل في حالة نجاحه أسبابه هما الناس اللي وراء المايك والناس اللي هما وراء الكاميرا فالتحية خاصة خاصة لهم لأنهم أيضاً يعتبرون من الصفوف الأولى ولابد أن نحن نلفت الانتباه لهم لا وايد يعني قبل رمضان وعقب رمضان بعد بس وايد يعني ما قدر أحدد لك كم ساعة بس يعني تعب اللي هو على ما نجهز مثلاً البنار قبل الشعار شلو نسوي هالمرة فكرنا نحن نبدل الكرسي داخل الستيديو فالطريقة شلو نحن نطلع فيها لازم تكون يديدة متجددة كل مرة في كل سنة نطلع بشي يديد نحن في مركز الأخبار عملنا مستمر من الفتحة الصباحية إلى نشرة متصف الليد وبشكل يومي خلال شهر رمضان ورافقنا في كل ناشترافة لفريق تحرير وفريق فني متكامل لبث النشرات على الهواء المباشرة رول على البل بيبسا عسي رول ستن باي كرين موف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة منتصف الليل نقدمها على حضراتكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين ونبدأها بأقرأز العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر